السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في دراس جديد في طرق الفيديو لتعليم الكمبيوتر. ان شاء الله اشرح لكم في الدراس ده ازاي تنزل تعريفات لاي كارت شاشة ماركة اي ام دي. التعريفات اللي هنزلها كمان هكون من الموقع الرسمي الخاص بماركة اي ام دي. هنخش على المتصفح بتاعنا هنكتب اي ام دي درايفرس ام دي هندوس انتر. زهر قدامنا الموقع دوت. هتلاقي مكتوب اتأكد اللي هو مكتوب دابلو 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 دات اي ام دي دات كوم سلاش اي ان اي ان يعني اللغة الانجليزية هنخش عليها. اكيد ان اللي هو موقع اللي احنا في اي ام دي اي ان دوت عشان اه الموقع ما بيدعمش اللغة العربية. هنزل تحت. هنلاحز هنا ان هو بيقول لي اعمل بحس لبرودكت. انت هنا بتعمل بحس بقى الكارت الشاشة عندك بتشوف انو نوع. ويدوس عليها عشان تحمله. وعندك طريقة تانية من هنا مكتوب هنا تقدر تشوف كارت الشاشة بتاعك نوع ايه. بقى نفترض اا اللي احنا مسلا كارت الشاشة ده مسلا. هو دوت. بعد كده ادوس سابمت. باختار هنا نظام التشغيل. مسلا لوندو سيفن. بيديني هنا كزا تحميل. الفرق ما بينهم اللي ده اللي دول اصدارك كلهم. يعني مسلا ده تسعتاشر بوينت فور بوينت وان. وبقى دي كده تسعتاشر فاصل اربعة فاصل اتنين. بيبين لك اللي ده اصدار اقل من ده. ده اعلى اصدار يعني. انت بيدوس هنا تحمل اه تعريف خاص بكارت الشاشة عندك. وتعمل تسطيب. طيب انت لو مش عارف كارت الشاشة اللي عندك ايه? او مش عارف نوعه او يعني مش عارف تحمله. من هنا او مش عارف هو الموديل ايه او رقمه كام او كارت الشاشة اللي معك ايه? بتحمل هنا البرنامج الخاص بالموقع دوت. ومن خلاله بيعمل اكتشاف تلقائي لكارت الشاشة وبهي تثبت البرنامج على طول من غير اما تدور هنا. وبينصح انك تشغل البرنامج من او ووندوز تين. فانت بتنزل البرنامج دوت. وبعد كده بيعملك كشف تلقائي لكارت الشاشة اللي موجودة عندك. وبعد كده تقدر تسطب البرنامج بدل اما تدور على تعريف في الشاشة. فاما بقى لو انت عارف الموديل بتاعه ولما بتبحث من ايه انا? زي ما عرفتك او بتكتب هنا اسم كارت الشاشة. والرقم بتاعه زي مسلا ام تلتونة وتمانين في ام خمسة سبعين اه تلتونة خمسة سبعين. انت بتكون عارفه. اه بتكتبه هنا. وتعمل بحس عليه. لاما انت هنا بتشوف. الانواع اللي موجودة هنا في الليستة ديت. وتختار كارت الشاشة بعد ما بتخلط بتقول ساب مت. بيقدر يجيب لك نزام التشغيل وتقدر انت تحمل تعريف كارت الشاشة بكل سهولة. للنزام بتاعك ونوها الكارت اللي عندك. ما فيقاش اي صعوبة. واتمنى تكون يستفدتم في الدرس ده. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لغاية للفيديو. وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه. عشان تشوف الدولاتنا الجاية اول باول. ولو عندك اي صور سبيلنا تعليق فاس في الفيديو. او رسلنا صفحتنا على الفيس بوك تلو الفيديو الخير لتعليم الكمبيتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.